ذكرت صحيفة والستريت جورنال الأمريكية أن الأمواج المتلاطمة والأحوال الجوية العاصفة في المياه ألحقت أضرارا بالرصيف الأمريكي المؤقت في قطاع غزة وأوضحت الصحيفة أن ذلك يعد أحدث انتكاسة لمحاولات الولايات المتحدة إيصال المساعدة الإنسانية للفلسطينيين عبر البحر لأول مرة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي اشتركوا في القناة